النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون مرتفع جوي سطحي متمركز في أجواء تركيا ويؤثر على مناطق واسع بلاد الشام ودول المتوسط الشرقية هذا المرتفع الجوي سيكون مدعوما علويا بكتلة هوائية باردة نسبيا تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة مع سعاد فجر الأحد ليتولد مخفض جوي سطحي في أجواء جنوب جزيرة قبرص ويتقدم باتجاه بلاد الشام ليؤثر عليها بأمطار عامة وشاملة بإذن الله تعالى يومي الأحد والاثنين بناء على هذا التحليل التوزع الضغوط الجوية في طلقات الجوية كافة نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقص اليوم السبت شتويا مستقرا مشمسا بصفة عامة يتشكل الضباب الصباحي على الأودية والمرخفضات في مناطق وسط البلاد وشمال غربها في حين تشرق الشمس على أجزاء واسعة من الشمال والجزيرة والوسط والجنوب تنتشر مع ساعات الظاهرة بعض الصحب المتفرقة على مناطق وسط البلاد وجنوبها لكن تبقى الأجواء مستقرة بصفة عامة تسجل درجات الحرارة فعا طفيفا لتلامس 17 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 6 درجات مئوية تتحرك الرياح الغربية بسرعات متوسطة عند 15 كم في الساعة مع ساعات فجر الأحد بمشيئة الله تعالى يتولد مخفض جويا جنوب جزيرة قبرص ويتقدم هذا المخفض باتجاه المنطقة لتبدأ الصحب المنطرة بالتكاثر على المناطق الساحلية والغربية بصفة عامة تمتد الهطولات المطرية مع ساعات الظاهرة ومباباد لتشمل أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد ووسطها وجنوبها ثم تكتسب الهطولات المطرية صفة العمومية والشمول مع ساعات بعد عصر الأحد وخلال ساعات المساء تسجل درجات حال نهار أحد خفاضا طفيفا لتلامس 14 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 5 درجات مئوية تكون حركة الرياح جنوبية مستقرة عند 5 كم في الساعة مع ساعات ليل الأحد والاثنين تصبح الهطولات المطرية أكثر غزارة وانتظاما على أجزاء واسعة من المنطقة ومع ساعات فجر الاثنين وساعات الصباح تصل الهطولات المطرية مناطق الرقة ومناطق شمال شرق البلاد على أجزاء واسعة من الجزيرة تكون الهطولات المطرية أكثر غزارة مع ساعات الصباح وحتى الظاهرة خلال ساعات نهار الاثنين ليكون التقص بصفة عامة شتويا ماطرا هطولات متوسطة إلى غزيرة إذن تكون الأجواء بصفة عامة غائمة شتوية مع خفاض كبير في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تلامس 9 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 4 درجات مئوية تكون حركة الرياح شماليا نشطة نسبيا عند 20 كم في الساعة إذن أهم ما يميز تقص ساعة قليلة القادمة هو الأجواء المستقرة اليوم السبت والتي تحول إلى ماطرة مع ساعات نهار الأحد وننوه إلى الأجواء الباردة مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة نهار 2 حيث ستصل الفرق في درجات حرارة بين الـ 2 والـ 1 إلى 6 درجات مئوية ليكون تقص الـ 2 باردا بشكل ملموس مع أمطار عامة على المنطقة بصفة عامة في التوقعات متوسطة ورعية مدى نتوقع بأن الله تعالى نتعود الأجواء وتستقن مع ساعة الظهر الثلاثة وحتى ساعة صباح الخميس حيث نتعرض لحالة ضعيفة مع عدم استقلال الجوي على شكل أجواء غائمة مع فرص أمطار متفرقة بمشيئة الله تعالى هذا كان كل من يتعلق تطورات حالة الجوي لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون